بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أغرب وأعجب وأخطر فتوى لسيد علي أسستاني يقول الإمام علي لم يخلق الكون ولكن أهل البيت كانوا يخلقونه ويحيونه أحيانا قبل أن أدخل في هذا الموضوع أود تقديم مقدمة أنه إحنا نعيش ثقافة ديكتراتورية إذا حبينا إنسان معين زعيم قائد رئيس معين نعبده ونطيعه يعني نرفعه إلى مستوى الألوهية والعبودية نعبده كل ما يقول وكل ما يفعل وكل ما لا يفعل فهو صحيح ما نعطل أنفسنا أي مجال للتفكير والنقد والملاحظة والمشهورة والاعتراض مثلا لا وإذا كرهنا إنسان معين أيضا نسقط مرة واحدة بينما الإسلام يعلمنا وأهل البيت عليهم السلام يعلمون الثقافة الديمقراطية ثقافة الشورى والمسؤولية والأمر المعروف وهنا المنكر وعدم الانسحاق أمام الجعماء والقادة والمراجع مع الأسف الشديد إحنا كنا نعيش يعني في ظل أنظمة ديكتراتورية مثل نظام صدام وبعدين صح أدنا نظام إسلامي يعني نظام ديمقراطي ولكن فوق هذا النظام أدنا مرجعية مرجعية لتحكم فوق هذا النظام والألاقة بين الناس وبين هذه المرجعية ألاقة مع الأسف مو صحيحة ألاقة يعني تصنيم وأبودية وعدم يعني أنه كلما فعل المرجع هو صحيح لأنه هذا نائب الإمام هذا الحاكم الشرعي هذا ولي أمر المسلمين ما نسمح لأنفسنا أن نقدم ولو نقد بسيط وإذا واحد قام وانتقد مثلاً أحد المراجع لا هذا يريد يسقط المرجع يريد يقضع عليه هذا عنده هدف مثلاً معين بحقيقة ما عندنا هكذا أهداف ولا أن نريد أن نسقط أحد إنما نشوف بعض الأخطاء موجودة يعني مثلاً السيد السيستاني قام بأعمال تاريخية عظيمة في العراق حقيقةً أقول وقد قلت ذلك مراراً وتكراراً أولاً مثلاً أقامة نظام دستوري في العراق والنظام الديمقراطي بعد ذلك على ضوء الدستور دعا إلى كتابة الدستور ولو كان فيه يعني مشاكل ولكن هو رفض الفوضى ورفض السيطرة الأمريكية على العراق المباشرة أو وضع دستور كما تشاء أمريكا مثلاً قال يجب أن يكتب تستور العراقيون هذه خطوة مهمة جداً الخطوة الثانية منع الحرب الأهلية عندما أعلن الزرقاوي الحرب العلنية على الشيعة في 2006 إذا تذكرون وقال لو قتلوا نصف الشيعة لا تردوا عليهم ولو قتلوني لا تردوا عليهم هذا كان موقف تاريخي يسجل له التاريخ والموقف الثالث هو محاربة داعش الفتوى التاريخية بمحاربة داعش هذه إيجابيات عند السيد السستاني ولكنه ليس معصوماً ولم ينزل من السماء وعنده أخطاء سمعاً في الفتاوى أو في الفكر أو في المواقف يمكن يناقش مواقفه ما يجوز أنه نظر إلا نظره يعني كأنه واحد معصوم أو نبي من أنبياء الله لا مو يشكي فشوفوا الإمام علي عليه السلام كيف يعلمنا الثقافة الديمقراطية كيف نتعامل مع الإمام في حياته أمير المؤمنين وهو حاكم عند خطاب طويل موجود في نجا بلاغة أقراركم مقطع من عنده حتى تشوفون شقد إحنا بعيدين عن ثقافة أهل البيت الديمقراطية يقول في هذه الخطبة المعروفة وربما استحل الناس الثناء بعد البلاء يؤثرون على الإمام علي يعظموه يعني فلا تثنو علي بجميل ثناء لإخراج نفسي إلى الله وإليكم من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا بد من إمضائها عندي واجبات أسويها فرائض عليها فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل الباجرة الحكام المستبدين اللي واحد يخاف يتكلم معهم كلمة واحدة ولا تخالطوني بالمصانعة كونوا عاديين ويحكوا معايا كما تشاءون ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ولا التماس إعرامل لنفسي أنا أمير المؤمنين وما أحد ما يتكلموا إياي لا أنا مستعد أستمع إلى أي واحد فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل به ما أثقل عليه سيكون ديكتاتور يعني أنتم سألون الإنسان ديكتاتور الحاكم ديكتاتور أو المرجع سألون ديكتاتور عندما ما تنظرون إلى نظرة موضوعية وما تقول له لا حق ولا باطل فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشهورة بعدل فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ هذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول ويعلمنا أن نتعامل هكذا نتعامل مع بقية الحكام والمراجع والزعماء ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني فإنما أنا وأنتم عبيد مملكون لرب لا رب غيره شوفوا شلون هاي الثقافة الإسلامية الثقافة الديمقراطية يعني إحنا لازم نقوم بدورنا إحنا كمواطنين كناس عاديين إذا شفنا القائد الزعيم الرئيس تخلى موقفاً خاطئاً أو قال كلاماً خاطئاً وشفنا كلاماً مصحيح يجب أن نعترض عليه ونقول لها كلاماً مصحيح حتى لو كان مرجع حتى لو كان السستاني أو غير السستاني مع الأسف يعني أنا نشرط هذه المقالة وبعض الناس آه هذا حملة على السستاني لا ما أدل لا حملة على السستاني ولا على غيره ولا داخلين في منافسة على المرجعية ولا على رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء إنما نرى أنه هناك خطأ كبير حصل لا بد من تصحيحه ومع الأسف الشديد المرجعية ما أي ذاقنات لتبادل الأراء بين الناس في المجلس الشورى مثلاً الاستماع إلى شكاو الناس عقد ندوات مؤتمرات لإبداء أراء الآخرين تجاه ما يفعل المرجع مثلاً كلها مموج هو مرجع كأنه صحير صنم مثلاً إحنا نسوي صنم ومحد ما يقدر تكلم معه أي كلمة وإذا واحد ببنت شفه يصبح هذا إنسان يتكلم عنده حملة مع النوعصب ضد الشيعة ما عدنا شكل هذا إحنا نقول هذا الكلام لله وفي الله ودفاعاً عن الإسلام وعن الشيعة قبل أي شيء آخر فلذلك اسمحوا لي أن أتكلم حول هذا الموضوع بهدوء إن شاء الله وأنا ما أحاول أن أسيء لأحد ولكن في فتوى عجيبة قذيبة طالعة وخطيرة جداً لا بد من مراجعتها وأطالب سيد السستاني بأن يراجع هذه الفتوى التي صدرت من مكتبه وما أدري هو مطلع عليها ولا لا ولو هو يتحمل مسؤولية لأنه بسمط على العام فبس هو رجال كبير وكذا ما أعرف شنو الموضوع كيف تخرج هكذا فتاوى في هذه الأيام تسيء إلى الشيعة وإلى المسلمين عموما فأقول أصدر مكتب السيد السستاني يوم 8-1445 فتوى عجيبة غريبة ومتناقضة في نفس الوقت في تعريف معنى الغلو ردا على سائل سأله هل القول بأن الإمام علي والإمام الحسين هو خالق الأكوان شوفوا شلون سؤال عجيب وغريب أو جاهل السماوات أو أنه يحيي الخلق ويميتهم وطبعا يرزقهم ويجرشعونهم بعد أشهدين تفاصيل هل هذا القول من الغلو المنهئ عنه في الروايات الشريفة الثابتة تعرفون بعض الشعراء اللي يعني يطلقون الأنان لأنفسهم يتكلمون بما يشعون نعم هو من الغلو الذي تبرأ منه أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا كلام لطيف وليس منه إسناد الخلقي أو الإحياء إليهم في بعض الموارد الخاصة بإذن الله تعالى نظير ما ورد في القرآن الكريم بالنسبة إلى بعض الأنبياء على نبينا وآله وعليهم السلام ثمانية وصفر ألف واربعمية وخمسة واربعين وختم مكتب السيد السستاني في النجف الأشفر وجاء هذا السؤال أو الاستفتاء بعد انتشار مقاطع لبعض الشعراء والرواديد الحسينيين في العراق تتضمن معاني الغلو إلى درجة الكفري والشرك الصريح بالله تعالى وكان عامة الناس ينتظرون أن تقوم المرجعية باتخاذ موقف صريح في مكافحة هذا الغلو وهذه الظاهرة المنتشرة الآن والقيام بواجبها في الأمر بالمعروف وأنها يعني منكر وتوجيه الناس إلى توحيد الله تعالى وإدانة أولئك الشعراء والرواديد الذين يطلقون لمخيلاتهم الأعنان بيابتعدون عن منهج التوحيد ويسقطون في هوة الشرك والكفر ويشوهون سمعة الشيعة والمجالس الحسينية ويدعون غيرهم غير الشيعة يعني إلى تكفيرهم بناء على الأقوال هذه بل ويعطونهم مادة ومبررا للهجوم وإعلان الحرب عليهم ولكن المرجعية النائمة والصامتة لم تكن بواجبها في الأمر بالمعروف وأنها عن منكر وهداية الناس إلى طريق الله تعالى مع الأسف الشديد أي سنوات الآن أحدنا ثم جاءت هذه الفتوى الغريبة العجيبة لتزيد الطينة بلة وتدعم الغلاة المشركين وتؤيد مواقفهم مستعملة لغة ضعيفة مهاجنة ومتناقضة وتنطوي على غلو وشرك بالله تعالى ومخالفة للقرآن الكريم والواقع فهي من ناحية تعتبر القولة بخلق الإمام علي للأكوان غلو ولكنها في نفس الوقت تقول أن إسناد الخلق والإحياء إلى أهل البيت يحدث في بعض الموارد الخاصة هذا كلام عجيب وغريب متناقض يعني ولا ندري بالضبط هل طلع السيد السستاني على هذه الفتوى فهو كما يقال مريض جدا ولا يتابع ما يجري في مكتبه والظاهر الشكل يعني لو كان متابع ما كان سمح في صدرها هكذا فتوى وما يتابع ما يصدر عنه باسمه من فتاوى هذا أحسن الضم به بالحقيقة أنا أريد أن أحسن الضم بالسيد السستاني لا أريد أن أحمله المسؤولية وأنا ما شايفها ولا متأكد من هو ولكن ما يصدر من مكتبه مريب حقيقة وربما لا يعرف من يتواجد في مكتبه وما هو مستواه العلمي والإيماني والعقلي حتى العقل بمشكلة أنه في الناس حتى عقلهم عقلهم ما موجود بحيث يكتب ما يشاء ويفتي بخلاف القرآن الكريم وعقيدة التوحيد والواقع والتاريخ أن الأئمة كانوا مثلا يحيون الناس يميتيوهم شونا الكلام هذا من ينجع به ولا يقدم أي دليل أو مثل على ما يقول من قيام أئمة أهل البيت بالخلق والإحياء وين متى تم ذلك إلا بالأساطير إلا ما ينسب لبعض الغلات من خرافات وأساطير وهذا اللي يجالس في مكتب السيد السستاني يعتمد على الأساطير ويجي يصدر باسم السستاني ولد أنه طالب السيد السستاني بالإشراف الدقيق على مكتبه والتوقيع بنفسه على الفتاوى الصادرة منه خل شوفها ويوقع عليها بخط إيده ليس بالمختم ويرحوم بعدين أو إعادة تشكيل أعضاء المكتب وإعلان أسمائهم للملع من وذول المكتب السستاني ليصدرون الفتاة وإبن محمد رضا ولا آخرون مثلا خل نعرفهم حتى إذا واحد سوفت خطأ أو قال كلاما عجيبا غريبا وحسن يحاسب أن تبلغان أخطأت وإدانة هذه الفتوى العجيبة الغريبة المتناقضة التي تنفي خلق الكون عن الإمام علي والحسين ولكنها في نفس الوقت تزعم قيام أهل البيت بذلك في بعض الموارد الخاصة دون أن تقول لنا ما هي تلك الموارد وماذا حدث فيها ومتى وما هو المصدر طبعا نحن نعرف مكتب السلساني أيضا دعم كتاب سيد مرتضى جعفر مرتضى العاملي عن رد الشمس حوالي ستين مرة الإمام علي عشر سنين اشتغل عليها وبعدين نشارها أو المكتب السلساني طبع الهياة ودعمه أو الآن عندهم 842 كتاب عن الماميدي واحد كتاب كتابين يكفي إثبات وجود الإمام صرفون هالملايين على هالمؤلفين وعلى الطباعة وعلى النشر ملايين ملايين يصرفون ماكو واحد يحاسبهم ماكو واحد يحاسب المكتب ومعادل سيد السلساني عنده طلاع ولا ما عنده طلاع راجعوا مركز الدراسات التخصصية بالإمام المهدي في مكتب السلساني أنا قبل أسبوع تقريبا راجعت 842 كتاب عشرين طيب هذا ما لازم واحد يحاسب أموال عامة أموال الناس بدل من يعطوها الفقراء والمساكين والناس المحتاجين يصدرون كتب عبثية ما تفيد أي شيء ولا تثبت أي شيء إن من أخطر الأمور أن يسمح للجهلة والمنحرفين بالتصدي للإفتاع والأخطر من ذلك أن يتم إصدار الفتاوى الضالة المظلة باسم المرجعية السلساني التي يعتبرها الكثير من الناس في العالم وجه الشيعة وأن إصدار الفتاوى بهذه الصورة الغامضة المشبوهة تحسب عليه وتسجل باسمه مكتب السلساني من هو مكتب السلساني؟ ما أحد ما يعرفه وفي الحقيقة لم يكن هذا الإشكال اللي يحدث لو كان السلساني منفتحاً على الناس ومتواصلاً معهم بصورة مباشرة مو يجون بس يسلمون عليه ويرحون لازم أحد يقعد في مناسبات للالتقاء بالنخب على الأقد ما يلتقى بالحكومة ما يلتقى بمجلس النواب بالنخب المثقفة بالعلماء يجلسون يتحدثون وياه ويعرضون لهم إلى الإشكالات أو المشاكل الموجودة في المجتمع وذلك لأن هذا الإنعزال والإنقطاع يتسبب في مشاكل كثيرة بحيث لا نعود نعرف الرأي الحقيقي للسلساني مما يدلس عليه فهي الفتوى صادرة من السلساني له صادرة من مكتبه ومنه من هذا المكتب اللي صادرة من عنده ما نعرف هذه مشكلة حقيقة وناشي يقول لك إحنا نقال للسلساني وذلك ما يسمون تحت عبائته هو مقدس لازم لا تنتقدون الآخرين اللي يتكلمون أو يعملون تحت عبائته ونأمل أن يتشكل وفد شيعي عام لملاقاته أو قيام وسائل الإعلام الرسمية بسؤاله مباشرة عن حقيقة هذه الفتوى التاريخية الخطيرة سلبية يعني وحقيقة موقفه من الغلوب ومن القول بقيام أهل البيت بالخلق والإحياء أحياناً هاي رح تحسب على الشيع عبر التاريخ إذا بقيت كما هي وما حد ما تكلم حولها إن هذه الفتوى اللاشرعية تتناقب بصورة صارخة مع القرآن الكريم الذي يقود بسم الله الرحمن الرحيم خلشوف القرآن شوناً خلشوف القرآن شوناً تحدث وهاي الفتوى أين محلها من القرآن الكريم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا دباباً أهل البيت دبابة بعوض ما يتبكنون ونخلقون ولا يحيون شنه الكلام هذا ولو اجتمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا دباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الدباب شيئاً لا يستنقذوه منه وعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور آيات كثيرة بالقرآن صريحة بتوحيد الله ومحاربة الشرك ألا له الخلق والأمر الخلق والأمر كل بيد الله هذه سورة العراف آية 59 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الضاريات 150 وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً حتى شيء قليل لا تقول هذا بإذن الله رح يعمل هذا العمل بإذن الله هذه في سورة النساء 36 قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً الآن عام 51 ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك هذا الخطاب لرسول الله لأن أشركت لإحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الناس أولون يقولون هذا يعني كناية أو كذا لا خطاب صريح للرسول أنت يا رسول الله عليك أن تبلغ دعوة التوحيد تدعو الناس لتوحيد الله ولو أشررت شويونه عملك كل رح يحبك ولتكونن من الخاسرين بكل تأقيد الله خاطبه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً أظيماً النساء 48 هذه أخرى أيضاً في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالاً بعيداً النساء 116 ليش التركيز من الله تعالى على محاربة الشرك قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرضاباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون آل عمران 64 أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على مية شاءوا من عبادة أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون النحل من واحد إلى ثلاثة أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء مساعدين سكرتارية كأن الله تقدمه قاولات هو ما يقدر يسوي الأشياء وما يريد يسويها فجايب لك أهل البيت دولة هم شركة مقاولات هم يخلقون الكون يوجدون للناس ويرزقون ويحيون الله لا يحتاج لشركة مقاولات حتى ساعده في تنفيذ ما يريد ما يريد أن يخلق مثلا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم سلطانة ما عندكم سلطان يحيون وميتون أحياناً عندك سلطان بهالكلام يا مكتب السستاني ما عندك سلطان فليش تتكلم في الشيء الله ما منزل به سلطان وما عندك أيداً للعليا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون العراف 33 أي شركون ما لا يخلقوا شيئاً وهم يخلقون العراف 91 آيات كثيرة بالقرآن كل القرآن جاي حتى أكد هذه الفكرة أن الله هو الخالق ما هو واحد آخر شريك لله تعالى في الخلق وفي الإحياء والإيمانة والرزق والحساب والكتاب إن عقيدة التوحيد هي جوهر الإسلام والقرآن كله جاء ليحارب الشرك فالمسألة ليست مسألة التقليد يسألون مرجع شون رأيك بالموضوع هذا غلول أو مغلول حتى يستفتى فيها السستاني أو غيره وإنما هي إيمان قائم على القرآن والتوحيد وإن جميع العلماء يقولون لا يجوز التقليد في العقائد وإذا كان التقليد في الفقه جائزا للجهلة والأميين والمضطرين ما يعرفون شي فإنه يحرم لمن يستطيع التفكير والاجتهاد والبحث والتحقيق وقد اعتبره مؤسس المذهب الاثنى عشر كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي بدعة مذمومة وغير مبرئ لذنب التقليد فكيف بالتقليد في أخطر مسألة عقائدية كتوحيد الله عز وجل إلا أن ابتعاد الناس عن القرآن الكريم سمح لبعض المنحرفين أن يقعوا في وهدة الغلو والشرك والعياذ بالله وكان من المفروض أن يوجه المفتي في مكتب السستاني يوجه السائلة إلى القرآن الكريم ويعرفه عقيدة التوحيد ويحذره من الشرك ويقول له إن بناء العقيدة الإسلامية حول الموضوع لا يعتمد على الروايات الواردة عن أهل البيت العقيدة نأخذها من القرآن نرجع للقرآن وإنما على القرآن والقرآن فقط فضلا عن أن روايات أهل البيت الكثيرة والمتواترة تحذر من الغلوب الشركي وتلعن الغلات المشركين اللي كانوا في زمانهم يدعونها للجعاءات كما كان من المفروض أن ينبه المفتي السائل إلى أن المسألة ليست من مسائل التقليد وإنما على كل مسلم أن يراجع القرآن الكريم أولاً وأنه ليس بحاجة إلى الروايات أو المفتين حتى والذي أروح يرجع القرآن شو بالقرآن شو يقول وكان يجب على المتصدر للإفتاء في مكتب السستاني أن يعرب عن إنكاره الشديد لهذه المقولات الشركية أن الله ألمان علي خالق الأكوان شو الكلام هذا ورفضيها بشدة ولا يعتبر هكذا مقولات من باب الغلو الذي تختلف فيها عراء الناس وإنما هي من مقولاته الكفري والإيمان والشركي والتوحيد إذا واحد آمن في هالكلام رح يصير كافر مشرك ما يكون بعد هو مؤمن موحد ولكن المفتي اللي من أعرفه هذا المجهود المغالي المختبئ في مكتب السستاني أجاب جوابا ضعيفا ومنكرا وفاشلا وذلك عندما تراجع عن أعتبار الخلق والإحياء المنسوب إلى الأئمة من الغلو المرفوع من الأئمة واستثنى حدوثه في بعض الموارد الخاصة هذا الشيء العجيب غريب ورقعها قال لك شنو أنه بإذن الله تعالى وقد فشل هذا المفتي في الجواب مرتين نظريا وعمليا في تشبيه دعواه بنسبة الإحياء والخلق للأئمة كما قال نظير ما ورد في القرآن الكريم بالنسبة إلى بعض الأنبياء اللي يقصد نبي عيسى عليه السلام الذي كان يخلق من الطين طيرا فينفخ الله فيه الروح مو ينفخ الروح ويسوي طير وهذا اشتباه من المفتي بالنسبة الخلق إلى عيسى عيسى ما كان يخلق الطيور كان يسوي تمثال طير من الطين و الله سبحانه وتعالى ينفخ فيهم الروح ويطير إذ أنه لم يكن يخلق الطيور وإنما كان يصورها ويصنع تماثيلها من الطين فينفخ الله فيها الروح وكذلك أحياء الموتى بإذن الله تعالى الله أعطاه إلى قدرة إلى عيسى في هذه الأشياء مو أنه فوضى الكون يخلق الأكوان ما في حتى المسيحيين لا يقولون ذلك أن عيسى مثلا خلق الأكوان أن الله سبحانه وتعالى أوجد المادة وهي أكبر عملية خلقية في الوجود كما قال سبحانه في سورة غافر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الأنبياء بالطبع فكيف يمكن أن يقوم الناس بمن فيهم الأنبياء والرسل بخلق أي مادة من البداية كل المواد من السماوات والأرض وكل الناس أيضا من السماوات والأرض فالحديث عن تصرف أحد من الناس كالإمام علي مثلا في الكون ويخلق الأكوان كلها يعني حديث سخيف وباطل والمسيح عليه السلام استعمل المواد الموجودة لخلق تمثال طير من الطين ثم نفخ الله فيه أما النبي محمد صلى الله عليه وآله فقد كان يريد أن يسكت المخالفين بإظهار آية سماوية المشركين كان يطالبوا جبنا معجزة حتى نعترف بنبوتك ولكن الله تعالى قال له وإن كان كبر عليك إعراضهم ماذا يستمعون إلك فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وعلى أي حال فإنه لا يمكن قياس الأئمة على الأنبياء أو على النبي عيسى عليه السلام لأن هذا القياس باطل والأئمة ليسوا أنبياء ولا توجد لديهم علاقة خاصة مع الله هم أمو أنبياء خلص أمو الناس علماء صالحون علماء أبرار رواة حديثة عن النبي مو أكثر من هذا ولا ينزل عليهم وحي ولا يتكلمون ولا يعملون عملا مشابها لعمل النبي عيسى حتى بإذن الله إذا قلنا بإذنهم ما يصير قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضراء إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكترت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون فهذا النبي محمد هو خالق الأكوان أو المام علي خالق الأكوان أو المام الحسين ويقدر أرزاق العباد ويجير الكون أو المام يجير آن مثلا كما يزعمون الله يقول لي محمد يقول لي أنت قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضراء أنا ما عندي كل شيء إلا ما شاء الله الله اللي يقدر حياتي هذا أولا هذا الخطأ الأول اللي هم تقدوا قاسوا الأئمة على نبي عيسى وأما الخطأ الثاني فإن الإدعاء بقيام الأئمة بالإحياء والخلق والرزق طبعا إدعاء غير واقعي ولم يثبت في التاريخ وإنما هو خيال في خيال وأسطورة من الأساطير من أساطير الغلاد ولم يذكر المفتي المجهول في مكتب السستاني اللي ذكر هذه العبارة أي حادثة مشابهة لما قام به النبي عيسى عن أحد من الأمن إلا ما يرويه الغلاد الخرافيون عنهم كقيام الإمام الباكر بعمل فيل من الطين والطيران به من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة أسطورة هذه أو أن الإمام موسى الكاظم شاف لوحة جدارية وكان معزوم عند هارون رشيد وهارون رشيد جايب فالساحر يضحك على الإمام موسى الكاظم وطير الخبز من أيديه فالإمام غضب وأشار إلى لوحة على الجدار لوحة صورة أسد قال تعال أكل هذا الساحر الهندي أو أنه قصص من الأول نبي أو الإمام الرضا إجي واحد قال له أنه أبوي وأم ميتين وكذا تعال حيهم إلي فأحياهم وعاشوا وبعدين ها كل الأساطير أكاذيب هذه والحوزة المفروض فيها تدرس الأشياء تحقق فيها مع الأسف الشديد ما درشون وملكهين بأي دراسة بأي موضوع ما يبحثون ما يدققون ما يدرسون يسمون محوزة وعلماء وإحنا مختصين أي اختصاص أدكم ما تعرفون مبادئ الدين ما تعرفوها وتقولون إحنا مراجع مختصين وإحنا حوزوا عليكم أن تقلدونا وتسمعوا كلامنا هذه مصيبة حقيقة وما شابه منها القصص الإسطورية التي يريدها الولاد من أجل إثبات إمامة بعض الأئمة أنه هاي نظرية الإمامة المسويها ما يكن دليل عليها لا من الله من القرآن ولا من النبي وما يكن نصوص على الأئمة فشي سوون اختلقوا لمعاجز لذلك اختلقوا هذه المعاجز حتى ينقدوا نظرية الإمامة التي وصلت إلى طريق المسدود وانتهت بوفاة الإمامة العسكري وراحت خلصة قبل ألف ومتين سنة وإحنا الآن جايين بعد مئات السنين بعد ألف ومتين سنة مشبثين بهذه النظرية ونحاول نثبتها وبهذه الأساطير ويبدو أن المفتي المجهول في مكتب السلساني الذي أصدر هذه الفتوى متأثر جدا بأقاويل الغلاة المفوضة الملعونين على لسان الإمام الصادق وبالمرجع الراحل أبو القاسم الخوئي الذي كان يؤمن بالولاية التكوينية كما ورد في كتابه مصباح الفقاهة جزء 3 صفحة 277 إلى 281 يبحث هذا الموضوع الولاية التكوينية ويقول هذا أن أقول لكم فقرة من كلامه ذول دارسين أنت سيد الخوئي أدم أهل أفكار هذه يقول الظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم هذا الخوئي يقول من وين جبت الكلام يا سيد الخوئي من القرآن من النبي يقول لا كما يظهر من الأخبار زيارة الجامعة أو زيارة مدرس شنو الحديث الموضوع لكونهم واسطة في الإيجاد يعني الله خلقهم وهم راحوا خلقوا الكون والمام علي خلقوا الكون فذول الشعراء والرواديد يأخذون الكلام من الخوئي يقلدوا يعني تقليد أعمى وذول الجماعة في المكتب أيضا نفس الشيء وبيهم الوجود وهم السبب في الخلق إذ لولاهم لما خلق الناس كلهم لما خلق الناس كلهم وإنما خلقوا من أجلهم اشتركوا في القليل إسم است Mythical 달